كان فيه العزة بتاع أخت كابت المحمود الخطيب لا رحمها أعتقد كان في 2017 في صيف 2017 فاروحت وكنت بعزي ففجرت بي بقول لي يا إبراهيم أنت إيه أخبارك وعمل إيه أنا عايزك تكلمني وكبت أنا أقول تليفوناتك ملا بهم كل شهرين بتغير التليفونات أم عايش تليفون مهم كلمته قال لي أنا عارف موقفك وش كنت شايف ومتابع أحبب أن أنت تخدم النادي لأهلي لفترة الجاية تكلمت أن نحمود يعني من غير ما نتكلم أنا حابب أخدم النادي لأهلي في أي وقت وشوف قال لي طيب تعالي ونتكلم مهم روحت له بعديها فترة كده وتقابلنا وتناقشنا طيب أنت إيه وجت نظرك طيب شايف إيه وانت بدلنا الأراء قال لي طيب لو في فرصة أنك تبقى موجود المجلس جاي تحب تبقى موجود طبعا أحب جدا ولو مش في المجلس أحب برضو أخدم في النادي مع الجيش مشكلة وفضلنا كده وكنا أعتقد زي ما هو كابتن قال إحنا كنا أكتر من عشرين فرد مرشحين وفضل العداد تنزل تنزل لحد ما هو استقرع على قايمته اللي نزلنا بيها في 2017 والحمد لله وفقنا قايمة كاملة كنت برضو في انتخابات 2014 مع المهندس محمود طاهر نجحة قايمة كاملة الحمد لله وفي 2017 القايمة مع كابتن محمود نجحة قايمة كاملة الحمد لله